يعني أسبوع كروي مميز جدا في البطولات العالمية للكرة الأوروبية خلونا نتكلم عن يمكن أخرهم اللي كان مبارح وكان فيه مباريات حماسية جدا في الدوري الأوروبي المعنى يونايتد اتعادل مع الشبالية الأسباني بنتيجة 2-2 في مباراة هي مفاجأة يعني احنا شفنا مبارح مفاجأة ويوفنتس الإيطالي اللي فاز بصعوبة على سبورتينج لشبونة بنتيجة 1-0 وحاجات تانية كتير صحيح كان عندنا برضو أول مبارح كانت مباريات دوري أبطال أوروبا عندنا ريال مدريد فاز على تشيلسي ميلان أيضا فاز على نابولي متابعات كتير جدا عن الكرة الأوروبية هنتكلم عنها بالتفصيل مع عضيفنا في ستوديو صباح القرية مصر النقد الرياضي لأستاذ محمد جمال أهلا بك يا محمد أهلا بك يا محمد ممكن هنتكلم محليا لكن هنبتدي الأول باللي حصل أوروبيا عشان الموطشات كانت شوية فيها لغبطة يمكن شوفنا في البداية تباعنا ماتش المان يونايتد المباراة خلينا أقولي كارنافالية يعني اللي جمعت بين المان يونايتد وإشبالية وتعدلوا 2-2 طيب هل إشبالية جاب جونين؟ لا المان يونايتد سجل هدفين في مرمى إشبالية وسجل هدفين في مرمى حكي لنا يعني إلا حصل بص يوى يمكن مبداية خالص من شسر إونايتد مش محظوظ أنه هو ماجه إشبالية في الدول الأوروبية في مباراة كمان يعني الدور ده في الدور التمانية تتكلمي على يعني فريق متمرس جدا في بطولة الدور الأوروبية فريق إشبالية مع أي مدير فني ومع أي وقت ومع أي قوام من لعبين دايما بيكون فريق منافس على دور الدور الأوروبية دايما إشبالية مش من الفرق المنافس على دور الأبطال الأوروبية مش من الفرق اللي بتقدم واتشاك كويس جدا بدور الأبطال الأوروبية كنا بنيجي فترة والفترات نقول ده هم هيخرجوا من دور الأبطال عشان ينزلوا تاني الدور الأوروبية هو لعبتهم وبيعرفوا ياخدوا بشكل كويس جدا وبيعرفوا يفوزوا بيه. يمكن المباراة الأمس قدام منشستر رونيتد يمكن المباراة كيات على مراحل من ملعابة منشستر. التأدم في بداية المباراة بهدفين عن طريق طبعاً سبيتزا لعباً نمساوي وانك تجيب 2-0 في برماء إشبالية. فأنت خلاص بتخلص المباراة اللقاعة مثلاً مباراة الزهاب لأنك لسه عندك مباراة الأسبوع اللي جاي مباراة إياب يعني فأنت بتخلص المباراة مبكراً تماماً. ولكن طبعاً الأخطاء الدفاعية بقى في دفاع منشستر رونيتد يعني حد سواء لحرج. يمكن إيريك تينهاج المدارب الهولندي الفريق منشستر ماش قادر إنه هو يصلح منه الدفاع فريق ويمكن ده المؤثر عليه سواء في الدول الإنجليزي أو حتى في الدول الأوروبي. تكلم على هدف للعب ملاتسيا طبعاً ظهير منشستر رونيتد في مرماء أيضاً برضو من الكرة بتخبط في رجله وتدخل جول. بعد كلا بقى في نهاية المباراة خلاص بقى يزهر بقى النجم الدفاع منشستر رونيتد هو هاري ماجواير طبعاً. كل الناس عارفة أخطاء هاري ماجواير مع منشستر رونيتد. يمكن كليتها صريح كده قبل بداية الموسم قبل بداية المباراة. قال أنا ما خسرتش من الأسبوع الثالث وما عملناش ناتايك سلبية. جاب جول في نفسه في آخر سنة من المباراة على طول. يعني الكرة بالدماج طبعاً من نصري دخلت خبطت فيه دخل الجول. هو لعيب يعني دايماً أخطاءه كتير جداً سواء مع منشستر. هل دي أخطاء ولا سوء حظ؟ لا لا هو عنده أخطاء كبيرة جداً سواء في التماركز. هادمه ما فيش لعيب برضو بقواقف تحت الارتقاء للدرجات المعي. طبعاً كرة ممكن تخبط فيه دخل الجولي يعني. هو دايماً دايماً ما كانوا غلط في الملعب دايماً عنده مشاكل في التماركز بشكل كبير جداً. بس أعتقد منشستر فريق قوي فريق يقدر يقدم مباراة كبيرة جداً. بس الصحافة الإنجليزية هجمته وقالت أنه كان غير محظوظ وكان فريق عالية يعني شبه عالي كده من الأخطاء. أريد إزاي التصريحات اللي كتبت في صحف الإنجليزية؟ لأنه دايماً هاري ماجواير بيبقى عنده الانتقادات الكبيرة دي. ده علمان يونايتد. علمان يونايتد طبعاً كله لأن دايماً الأخطاء الدفاعية متكررها بشكل كبير جداً مع منشستر الموسم ده. بتتكلم مع الدول الإنجليزي أخطاء كبيرة جداً كبيرة جداً طول الموسم. هو ليه في المنتخب بيرعب حلوة قوي في المنتخب الإنجليزي. يجي مع منشستر يبقى عنده أخطاء كتير. مش قوي. هقولك ليه؟ أوه برضو في المنتخب الإنجليزي هو جنبه أسمائتي إيه لا تقدر تشيله. يعني تتكلم على كايل وولكر، تتكلم على حتى ستونز بسلاً على منشستر تسيد. تتكلم على عدد من اللعيبة اللي تقدر أنها هتشيله بشكل كبير جداً. لكن لما تبصي على منشستر رونايتد، أنا بقولك ملتس يا جاي بقول في نفسه. تتكلمي على برضو أخطاء كبيرة جداً جنبيكي. فأنت ممتقدريش أني كنت اللي يتكودي خط الدفاع الخاص بمنشستر رونايتد. تتكلم على وولكر، تتكلم على أرنل دلائب ولا لأ، تتكلم حتى في وسط الملعب بينزلوا يستلموا مني هندرسون أو حتى أي رئيس مثلاً بوستام. عدا كبير جداً من اللعبة بتقدر تنسل تستلم مني الكورة، بتقدر تلعب مني بشكل كويس جداً. فأنا بشوف أن ماجواير مش الأداء المبهر مع المنتخب الإنجليزي. هو أداءه بيبقى جيد مع المنتخب الإنجليزي، سوى طبعاً القوام المنتخب الإنجليزي القوامل جداً. بس أنا قصدي أنه فيه اختلاف ما بين أداءه هنا وأداءه هنا. في بعض الاختلافات، لكن المنتخب لا يلعبش كثير، يعني هو برضو بشكل مباراة بيساكل هدف نفسه. المنتخب ممكن يلعب كل فترة مباراتين أو حاجة، لكن مانشستر رونادد بشكل مستمر في المتشاط، فطبيعي جداً أخطوه بتظهر بشكل كبير جداً. من كان أقرب لحسن المباراة بشكل عامل؟ أعتقد في الشوط الثاني كان ممكن مانشستر تخلص، كانت ممكن تخلص بهدف كمان، ولكن طبعاً سوء الحظ بشكل كبير جداً في آخر دائق خلاص يدخل فيك هدف التقادل، أعتقد الجول ده يخلي المباراة اللي جاية في مباراة القيام طبعاً مباراة حماسية بشكل كبير جداً، وهذا كان متوقع على فكرة من وقت القرع يعني. طيب، يعني من الأقرب للفوز في البطولة خصوصاً في يوفينتوس؟ بص يوفينتوس برضو بيمر في فترة سيئة، فترة سيئة كبيرة جداً في الفترة اللي فاتت، في السنين اللي فاتت تحديداً مع ليجري، ويمكن اليوفي مباراة برضو فايز بصعوبة، ما فايز بسهولة، فايز بهدف كرة يمكن رتطمت كده على الخطة على طول لقاها المدافع وحطها على طول جول جول. بتشوف إن الفايز أكيد من المباراة نص النهائي اللي فيها مانشستر، فيها يوفينتوس مثلاً والفايز من مانشستر نايتد وإش بلايا، شوف إنه هيكون متوجب اللقا. هتقوليني مين الأقرب من الثلاثة دول تحديداً، أنا مش هقول سبورتينجي لشبورة، أنا أقول الثلاثة اللي هم ليوفي ومانشستر وكبان فريزة إش بلايا. أنا بشوف إن اللي دايماً متمرس قوي هو إش بلايا. يعني أنا من وجهة نظري بشوف إن إش بلايا دايماً فريق متمرس في بطولة دول. سنت نفسك لسا عيل دلوقتي مش مقاحل يعني؟ ببراحة مساية؟ بس أنا أقول لك إش بلايا ممكن إنها لو كسبت فريق زي مانشستر نايتد في مبارات الإياب وإنها تقدر التحافظ على الهدفين اللي سجلوهم في مرامة مانشستر، أعتقد ممكن إش بلايا تقدر إنها تختفي اللقا. هل روما مع مورينيو ممكن يعمل حاجة في البطولة دي؟ ممكن بس خسارة برضو قدام فايلوت، يمكن أو في مبارات الإياب عيب عنده فرصة كبيرة جداً في إيطالي إنه هو هيسعط، بس قوي روما السلادي عن فكرة يعني طبعاً الدور الإيطالي يمكن التصدر لنابولي بشكل مبهر، وبشكل فريق كبير جداً بعدد من النقاط سواء عن لاتسيو أو عن روما أو عن ميلان أو عن اليوفيو عدد كبير جداً من النقاط ونابولي خلاص حسب لقب الدور. ولكن يظل الشغل اللي عمله جزي مورينيو مع فريق روما أعتقد شغله كبير جداً. دلوقتي أنت بتبص على مورينيو بيجيله قروض، بيجيله على الأقل تحط تاني في ترشيحات إنه هو يرجع فريق ريال مادريد في وقت من الأوقات، تحط في ترشيحات في الصحافة الإسبانية، تحط في ترشيحات في عدد من الفرق، بشوف إن مورينيو مدرب عظيم، المدربين الكبار جداً في تاريخ أوروبا، مدرب بيقدر يلعب بشكل كويس جداً، بيقدر إنه ينافس، ولكن أنا دائماً هشوف الفايز من مباراة الشبيلية ومنشستر رونايتيد ونحية التانية اليوفي، الجنب ده هو اللي هيبقى الأقرب منه الفايز باللقب. خلينا نتكلم عن منشستر تاني بقى منشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا، شفت إزاي المباراة ما بينه وما بين بعين موناخ في دور تمانية؟ فريق قوي جداً، منشستر سيتي فريقي ممكن، أنا بشوفه أفضل فريق جماعي في العالم، هو هو ريال مادريد يعني، والحظ المشاهدين طبعاً، إنه فيه بنسبة تتخطى 90% منشستر سيتي فريقي مادريد في نصف دولة أوروبا الموسم الحالي، بشوف أن بيب جارديولا ذاكر باير مونيخ بشكل مميز قوي، في مباراة اللاعب كمان على فريق بايرن، إنك تضغط على بايرن بالشكل ده، ممكن تسيب الاستحابات شوية، بس أنت كل هجباتك خطيرة على حساب فريقي مونيخ، بقص حتى تدعباته في بداية الموسم بالتعاقد مع إيرلينج هلند، اللاعب اللي مفيش حد قادر أن هو يوقفه في العالم من تسجيل الأهداف أو حتى من الصناعة، ولعيب مبهر يعني، آآ مبهر بشكل كبير جدا، فبشوف أن بيب جارديولا ذاكر كويس أول مباراة، تبص على هدف الأول حتى الرودري، إزاي قادر أن هو يسدد بإشماله، قادر أن هو يسجل هدف كويس جدا، قادر بعد كده في الشوت الثاني أنه يسيطر من أول للشوت الثاني الأخر على طول، يمكن البايرن بيعاني بمشاكل، يمكن البايرن بيعاني من أزمات، أنا بشوف أن قدرت البايرن هي لخلاقتها، وعنده مشكلة مع اللعبين، ومشكلة هو خلقها برحيل طبعا ناجل سمان، اللي كان مميز في الفترة اللي فاتت مع الباير، ومشي بشكل كويس، ومتآهل على حساب باريسان جرمان، وتعقد مع توماس توخن، ليس تقليل من توماس توخن، توماس توخن مدرب عظيم، ومدرب لسه من المسلمين، كان بطل لدورة بطالة أوروبا مع تشيلسي، بس أنا بتكلم فيه تغيير فقسة الموسم دائما بيحصل هزة، انت بتغير مدير فني وجهاز فني جديد بيجي بأفكار مختلفة، أول ما جي خسر طبعا في الدوري، بعد كده على طول، قدر يعاوض الخسارة؟ يعني لا خسر برضو كمان بين الفريق زي مانشستر سيتي، خسارة بسلسية 3-0 في الاتحاد، أعتقد صعب إنك تجيب في مانشستر سيتي أربع أهداف في بارميريخ، وإن السيتي ما يسجلش، طبعا أنت تعتقد إنه حيقدر يعني يتعافى في مطش العودة؟ هيتعافى وكل حاجة بابا مطش كويس، بس أنت عندك مشكلة كمان في اللعبين، إحنا شايفين ماني إدخالي وضرب لرويس هنة، وفي مشاكل بشكل كبير جدا، جنابري وجمال موسيالا ومولر مش قدرين إنهم يسجلوا هداف، عندهم مشاكل في خط الدفاع أقوى جد لغة أوباميكانو، مشتريهم بأرقام كبيرة جدا، ولكن عندهم مشاكل برضو دفاعية، تتكلم على سواء كنسلو، لعبة مميزة، وكيميش لعبة كبيرة جدا، ولكن يظل مانشستر سيتي هو مرشح الأوفر حظا للتأول، لأن مانشستر سيتي طبيعي جدا، سيسجل في ألمانيا أهداف، سيصعب من مهمة باير مالك. حسنا، دعونا نذهب إلى ريال مدريد، وترى الأداة لريال مدريد عاملة كيفية الموسم؟ متمرس أوروبيا، فريق بطل أوروبا، فريق يلعب دائماً بحثة الفوز، دائماً عنده عالية الفوز في كل المباريات، دائماً عنده الرغبة في أنه يتأهل دائماً للفاينال وياخد البطولة، ريال مدريد يمكن الموسم ده بيقدم، موسم يمكن اللي هو الموسم الجايد، أنا بلعب على قد اللي أنا عايز أخد دورة أبطال أوروبا، هو خلاص، يعتبر أنا من وجهة ناصر يخسر الليجة خلاص لصالح برشيرونة، الفريق كمان أصبح كبير يعني، لكن هو في بالنسبة لدورة أبطال أوروبا، أنا بشوف أن ريال عنده الكدرة، أنه ياخد بطولة دورة أبطال أوروبا أكيد السنة دي، وأنه هو منافس مباشر على الأقل لدورة الأبطال، مباراة كبيرة جداً قدام منشستر سيت اللي جاية، فوزوا على تشيلسي، أنا بشوفه كان سهل، ما كانش صعب، يمكن كاريم بنزيما، فيناسيوس، السينسيو، فالفيردي، بقدم موسم كبير جداً مع كارلو أنشلوتي، بشوف أن أنشلوتي دائماً مدرب، مظلوم في حتة المتحة الكبير جداً اللي مش بياخده، بشوف أن ريال مدريد فريق مميز قوي، نحن نتكلم عن دورات المحلية أوروبية، سواء الإنجليزي أو الأسباني، خلينا نتكلم عن دورة أبطال أوروبا، عندنا فرق إيطالية زي ميلان، زي الإنتر ميلان، عندنا بنفيكا، البرتغالي، عندنا نابولي، تفتكر مين اللي ممكن فعلاً يتأهل ويوصل للنهاية؟ اللي هو النص التاني طالد كما على بيلان ونابولي، يمكن لعبه ماتش دير بإيطالي، لعبه ماتش حلو جداً مع بعض، ويمكن ميلان إدريك سباح السفر بعدة في اسماعيل بن ناصر، ويعني استفد بيولي يعمل موسم حلو أوي مع الميلان، ناحية الثانية، أنا بشوف نابولي هو أفضل فريق الموسم الحالي في الدوريات، بالنسبة للدوريات الأوروبية يعني، نابولي يمقدم موسم كبير جداً جداً مع سبالتي، يمكن أنا بشوف أن الإصابات أثرت عليه في مباراة الزهاب قدام ميلان، انت بتتكلم على إصابة لفكتور قاصمين، اللي هو المهاجم طبعاً، مهاجم قوي جداً لفريق نابولي، شجل عادة كبير جداً من الأهداف، لعب مميز، فغيابه عن مباراة ميلان، أعتقد كمان يعني سب فراج كبير جداً في الخط الهجومي لنابولي، بشوف أن المباراة الإياب لم تحسم حتى الآن، مباراة تبقى قوي جداً ما بين ميلان ونابولي، ناحة الثانية يمكن الإنتر، قدر أن هو يفوز بكل سهولة على بمفيكا، وقدر أنه يكسب 2-0، وكان كمان أمن فوزه، كان بهدف أمن فوزه بهدف لروبيلو روكاكو في آخر الدقيق، بشوف أن الإنتر خلاص ضمن التأهل، ومنتظر طبعاً ميلان أو نابولي، وأنا بقول لك أنه هو نجاح أكيد للكورة الإيطالية، أن من الموسم الحالي يسعد فريق إيطالي في مباراة فايلة، على كل حال، نحن نتفرج على الدوريات الأوروبية، بسبب أن كرة ممتعة، نتفرج على ناس عندهم عزيمة وإصرار على الفوز، نوادي مقطعين نفسهم عشان يوصلوا للبطولة، فكرة في الأول في الآخر ممتعة جداً، ونستمتع، ونحن نتفرج عليها، ويمكن العالم كله يتابع هذه المباراة، كل شكراً لك على التحليل المفصل، محمد جمال النقد الرياضي، وعلى وجودك معنا، وكل سواء أنت طيب ربضان كريم، ودخلين على العيد، فكل سواء أنت طيب بارك، كل سواء طيب، شكراً لك يا محمد ربضان، شكراً لك يا محمد ربضان،